اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برضو يمكن نشوف الـ AirBots ممكن العادية بالشكل الجديد وممكن نشوف الـ AirTags لأنه خلاص أبل لم يتح تنتظرون فهذه الأشياء المتوقعة رح تكون في المؤتمر القادم يوم الثلاثاء القادم الساعة ثمانية من سبت وقت السعودية هل في أشياء ثانية؟ ممكن قبل إلى الآن الـ Beta ما علنت عن أو ما نزلتها رسمي ليش؟ لأن المتوقع أن أسبوع القادم مع الـ GM أو النسخة النهائية لحق الـ iOS 14.5 تكون فيه أجهزة ثانية ممكن فأبل الآن في الـ Beta الرابع وخامس نطلعت فيه أجهزة فيه iPad وبرو وفي الماكوس طلع فيه Mac فهذا تسربت من أبل خلاص لكن هل فيه أجهزة ثانية؟ ممكن في النسخة النهائية تطلع وتشوف فيه أكواد جريدة وفيه أجهزة جريدة ممكن فننتظر معاكم السبوع القادم مع متابرابر ونعرف كل شيء اللوغة حق متابرابر ونحن نشوف ألوان هل يعتبر أن الـ iMac القادم رح يكون فيه ألوان لأن لو أننا بنقارن بين الـ iMac والـ iPad Pro أتوقع بأن رح تتدقق على الـ iMac أكثر من الـ iPad Pro التغييرات في الـ iPad Pro شاشة كاميرات معالج جديد USB-C الـ iMac لها فوق العشر سنوات أو أقل تغريبا ما صال من العشر سنوات تغريبا لا باقي السنة تغريبا أن أخذ عشر سنوات ما غيرت شكله فالتغيير اللي رح يكون على الـ iMac بالألوان الجيدة اللي شفناه هذا الشيء رح يكون قوي في المؤتمر القادم فأبل توقع برح تتدقق على هذا الشيء نشوف قدام يعني بعض الأشخاص يقول لك أوه لا ما يغيرون ما تحط أبل ألوان لـ iMac لا أصلا أصل الـ iMac أول ما نزل من الزمان وهو كان أصل الألوان أبل وقفت بأنها خلت لون السيلفر بس واسبيسي غري بعدين سبيسي غير لـ iMac Pro كنسات الـ iMac Pro فأتوقع برح ترجع لـ iMac مع الألوان القديمة نتحمسين لـ iMac ونشوف الأشكال وكيف رح يكون وبرضا لـ iMac فكتب لي تحقيق في التعليقات هل تتذرون لـ iMac الجيد أو لـ iMac ونصيحة نصيحة نصيحة إذا كنت تتذر لـ iMac ترى سبب التأخير مش بس أبل مأخرة من الشهر اللي راح قلنا قلنا أبل متسوي مؤتمر وتجلوا إلى هذا الشهر ترى فيه أشياء ثاني بسبب الموردين بسبب كورونا فإذا نزلت iPad إذا نزلت iMac لا تتوقع الكميات رح تتوفر كثير فأول ما يفتح لازم تشوف لك شركة عندك إذا أنت في أمريكا أو في دول فيها موقع عبل فأول ما يفتح الطلبة المسبق على طول تطلبها على طول في أول دقيقة لازم تطلبها أو تنتظر 8-9 شهور عادي سن الراحت ما كان فيه تغيير لـ iMac في سن الراحت ونزل في شهر ثلاثة إلىين شهر ثمانية تسع عندنا في أمريكا هنا مش متوفر فنصيحتي إذا كنت تنتظر لـ iMac أول ما يفتح الطلبة المسبق على طول طلبة إذا كنت في دول خليج جرير إكسترا ما أدري أي متاجر ثاني بس طلبة على طول متى راح يفتح الطلبة المسبق المتوقع أن يوم الجمعة هذا على أول كل الأشياء السؤالية كذا أن يخلص المؤتمر بعد يوم ثلاثة يام يقول لك الطلبة المسبق راح يفتح راح ننتظر نشوف إحنا ما راح نقول لكم يوم الجمعة راح يفتح طلبة المسبق ولا شي مؤتمر القادم يوم الثلاثاء القادم الساعة ثمانة المسلم سوقيت السعودية بعد ما تخلص قبل المؤتمر وكل شي راح نعرف متى راح تنزلاي اس 14 وينتفايف فيديو قادم بكرة سنة حق البيتة الثامن راح تكلم لكم متى راح نتوقع أنها ينزل و راح تكلم متى يفتح الطلبة المسبق فأتوقع أنا بالنسبة لي الكميات اللي بتتوفر حق ثلاثة شهور القادمة دي أو الأربعة شهور يمكن هي بس لحق الطلبة المسبق الأشخاص اللي طلبوه من دقيقة إلى ساعة بس يمكن بعدها اللي يكون فعونكم بالنسبة لي مغارنة المسلمة اللي راحة فنصيحتي إذا تابع أيباد من الأشخاص اللي منتظرين لأيباد تطلبوا البداية أول دقيقة يفتح الطلبة المسبق من أي دولة عندك انت ما يحتاج تطلب أمريكا ولا شي لا خلاص انت في دولتك تشوفه موزع رسمي أو تعرف أحد برا عنده في موزع رسمي يطلبه علشان لا تتوهق بعدين تفتح قصة ثانية أنت كنت تنتظر لأيباد الآن طيب القصة الثانية إنه عندك انتظرت وخلصت ونزل لأيباد نحن مش متوفر هذا المش متوفر ريت من تنتظر أكثر بعض الأشخاص تنتظروا حين لأيباد يمكن أربعة شهور أو خمسة شهور يمكن عدم توفر لأيباد راح يأخذ أكثر من أربعة شهور أو خمسة شهور فنصيحتي طلبه من أول دقيقة بس في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناء واشتراك في حسائي بسيطة شعر وضغطكم وعمل لأيك المكتب ونشار المكتب ولا تنسوا الوضع لدعاكم والسلام عليكم